بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة التعليم الصناعي شعبة العمارة تخصص المتفوقين تخصص نجارة العمارة نهاردة نتكلم مع أبنائي طلبة الصف الثالث ونستكمل مخرجات الواحد الأولى ونكمل مخرج الأول وهو تنفيذ باب حشو وخارجي اشرحنا في الحلقات اللي فاتت يعني هي أبواب وإيه هي الأعضاء العسلسية اللي موجودة في الباب وحفظناها إزاي بنفذ الباب وقلنا النهاردة هننفذ أول خطوة في خطواتي في باب حشو وخارجي نعرف على أبواب الحشو الخارجية قلنا لازم أعرف شكل الباب الأول قبل ما بعمل أي حجم بعمل رسمة للباب ببتدى حدد القطاعات أو ببتدى حدد القطاعات وبعد كده أعمل رسمة للباب اللي تنسي بعد ما بعمل جدول القطاعات وبعمل رسمة الباب ببتدى أعمل كشف كمية تفصيلي لعمل واحد باب حشو وزي ما عملت بسنة تانية بالزبط وفي البلقونة وفي الشباك وفي المنور وعملت كشف كمية تفصيلي وتعلمت إن أنا بعمل كشف كمية تفصيلي الباب واحد الأبواب ما بتختلفش في الشغل بتاعها عن الشبابيك خطوات الشغل بتاعتي واحدة وزي ما قلتلك السنة اللي فاتت أنا هبتدى نفذ كل شغل كله مع بعض واحد يبقى بعمل كشف الكمية التفصيلي بعد ما بعمل كشف الكمية التفصيلي بعمل كشف المغرب النهاردة هنشتغل مع بعض إن شاء الله وهنعمل خطوات تنفيذ كشف كمية تفصيلي لعمل باب حشو مهرة مقاس اتنين متر وعشرة في متر ونروح مع بعض كده على طول ونشوف ونقول إيه هي الأبواب ونرجى مع بعض على الأبواب وإزاي الخطوات اللي هشتغل عليها تنقسم الأبواب الحشو مثل باقي الأبواب إلى نوعين أبواب داخلية وأبواب خارجية وقلنا إن احنا النهاردة هننفذ باب خارجي حسب فتحة المباني أو النجار حيث أن فتحة الأبواب الداخلية أصغر من الخارجية كما يجب أن تتوفر سبل الأمن والمتانة في الأبواب الخارجية أول حاجة بعملها جدوى القطاعات لعمل باب حشو خارجي بعد عجم الجدوى للقطاعات يتم عمل رسم بمقياس رسمة مناسب لشكل الباب ثم يتم عمل كشف كمية تفصيلي لعمل واحد باب حسب المياس المطلوب ثم يتم عمل كشف المغلق بعدد الأبواب المطلوبة يعني بعمل كشف كمية تفصيلي لباب واحد زي ما تعلمنا بالزبط وبعد كده بعمل كشف المغلق لعدد الأبواب اللي أنا إيه مطلوبة مني جدوى القطاعاتي ما بيختلفش كتير عن نوع عن نوع يعني باب الحشو ما بيفرش عن التجليد ما بيفرش عن الصيف بس في حاجات كتيرة يعني وقلنا جدوى القطاع دايما بنحدد فيه العرض والسمك وقلنا أعضاء الباب دايما كلها الأساسية لازم تكون سمك واحد عندي في الباب هنا إن شاء الله هشتغل على أوائم معبارة الحلق خمستاشر في خمسة أوائم الضرفة والرأس العليا اتناشر ونص في خمسة الرأس السفلة عشرين في خمسة الرأس الوسطى عشرة في خمسة الصاري الداخلي سبعتاشر ونص سبعة ونص في خمسة أوائم معبارة البر سبعة ونص في واحد وتسعة الحشوات هعملها سمك بوصة ونص اللي هو تلاتة وتماني كشف الكمية التفصيلي الغرض منه هو إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي وتعتبر المؤيسة الكمية الأساسية الذي يمكن بواسطةها إيجاد كمية المواد وحساب التكاليف اللازمة للباب ده شكل الباب اللي أنا هنفزه عندي باب مكوم من تمل حشوات مربعين وحشوة تمساحة اللي بالعرض دي اسمها حشوة تمساحة طالما جايبة من الآيم للآيم اسمها برا في الصور اسمها حشوة تمساحة وقت لها عندك في الكتاب اسمها حشوة تمساحة طيب في عندي هنا عضو ظهر معايا جديد اللي هو ما بين الرأس الوسطى والرأس الوسطى ده اسمه صاري ده اسمه ايه اسمه صاري براف عليهك يبقى انا كل ما بشتغل في باب لازم ما اعرف اسماء الاعضاء بتاعته ايه. الباب اللي قدامك ده اسمه باب حشو. اللي في ده قيد الحل ده قيد الحل ده الاقيم الحل ده المعبرة دي الراس العليا دي الراوس الوسطى دي راس السفلة. ودول أيمن الضارفة. طيب اللي زاد علي ايه? اللي زاد علي الحشوة وزاد علي الصاري. دي اسمها حشوة مهرمة. دي اسمها ايه? حشوة مهرمة. خلاص? عرفت ايه هي اعضاء الباب بتاعي? طيب. هتأكد عليها منين? هأكد عليها من كشف المغلق وانا شغال. في عندي معلومة مهمة للطالب عايزك تحفظها وتعرفها. لابد ان يعرف الطالب الفرق ما بين فتحة المباني وفتحة النجارة اثناء عمل مايس. لازم اعرف ايه هي فتحة النجارة وهي هي فتحة المباني. فتحة المباني يتم خصم واحد سنتي من كل جهة مباني ويسمى خلوص بياط. اما فتحة النجارة لا يتم خصم خلوص البياط. يبقى فتحة المباني اللي انا بشتغل عليها في المعارف وبشتغل عليها فين? انا زكرتها لك انا ليه ارجع مع بعض كده ثانية ونقول انا ليه? اشتغلت فتحة مباني وليه بعرفك الفرق ما بين فتحة مباني ومن فتحة نجارة زي ما قلنا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. فتحة مباني بشتغل عليها معارف وبشتغل عليها ان انا بقسم خلوص بياط في كل قطع عضوي حواليه حيطة. وبالتالي بيترتب عليها وانا بقسم اعضاء الداخلية لازم اقسم الصنط الخلوص البياط ده من بره. طيب فتحة النجارة فتحة النجارة ما بعملش خلوص بياط. الا انا بنفزها في الورشة. يبقى انا هنا بستعمل فتحتين المباني. اه فتحتين بتوع اللي انا شغال عليهم. فتحة المباني وفتحة النجارة. بشتغل في فتحة المباني في المعارف. وببتدي اعمل عليها المؤسس. ما هنعمل النهاردة. وببتدي اشتغل عليها في الورشة. وانا بشتغل عليها في الحلقة الجاية والبناخد باخد خطوات تنفيذ الباب وبنفز الباب. ايه بعرفت? ايه الفرح من فتحة المباني وفتحة النجارة? نروح ونكمل ونشوف بعد كده في عندي ايه? في عندي فتحة المباني هتم خصم واحد سنطي. من كل جهة مباني ويسمى اسمه خلوص بياط. اما فتحة النجارة لا يتم خصم الخلوص. زيادة التشغيل في اعمال نجارة العمارة. في عندي في الاوائم بيبقى في حاجة اسمها ضفر. بزود اتنين في خمسة سنطي زي ما عملنا في البلقونة وفي الشبابيك لو تفتكر. في عندي تلسين بيبقى اتنين في اتنين ونص. بيبقى دعيما في الراس. هنا ملحوظة الاطفال تقوم في القوائم والتلسين يكون في الرؤوس وباقي الاعضاء. زي ما عملنا في البلقونة. قلتلك من حلوة قسم نجارة العمارة ان انا عندي كل حاجة ثابتة. اللي انا بعملته في البلقونة هو اللي انا بعمله في الباب. ادي شكل الحلقة بفكرك به اللي انت عملته في الشبابيك والبلقونات. قلت بالمنظر ده بيبقى فيه تفريز عندي امتوا واحد سنتي وبعرض سمك الضرفة عشان يسكك لي الضرفة. خطوات تنفيذ مقاسة باب حشو خارجي بالحلق مقاس متر في اتنين متر وعشرة. اولا بعمل كشف كمية تفصيلي للاخشاب اللازمة لباب واحد. بعمل كشف مغلق لعدد اربع ابواب من نفس النوع. قد باب حشو خارجي بالحلق مقاس متر في اتنين متر وعشرة. دي اعضاء الباب بتاعي لازم تكون مكتوبة كلها في الجدول ده. لازم اكون محدد قيمة وعرض وسمك كل عضو. وهنتكلم مع كل بند دلوقتي ونشوف كل بند دلوقتي ايه خطواته. اوايم الحلق ومعبارة الحلق عرض خمستاشر في خمسة. اوايم ونص. كلمة ملاحظات. واللي مكتوب في خناية الملاحظات ديت بس اعملها في كشف المغلق. ما بستعملهاش في كشف الكمية التفصيلي. اول بند عندي ايه? اوايم الحلق. انا عايز اجيب مقاس اوايم الحلق. اوايم الحلق عندي بجيبها من فتحة ايه? انا هشتغل فتحة ايه? هشتغل فتحة مباني. هقوله فتحة المباني نقص واحد سنتي خلوس بياض من اعلى اللي احنا اتفقنا عليه. بيتساوي لفتحة النجارة. هقوله زائد زيادة التشغير اللي هي الضفر. انا عندي المقاس بتاعي كام? اتنين متر وعشر. المقاس عندي كام? اتنين متر وعشر. هقسم منه واحد سنتي خلوس بياض. هيديني المقاس بتاعي اتنين متر وتسعة. هقوله زائد اتنين في خمسة سنتي هيساوي اتنين متر وكام? اتنين متر وتسعة عشر. يبقى انا كده جبت طول قوايم الحلقة. وعايزك تحفظ ايه اللي انا بقسمه? انا بقسم واحد سنتي خلوس بياض من اعلى. وبزود زيادة التشغير. يبقى كل اللي بواب بتاعتي هتبقى كده. الاربع مخرجات اللي جايين هشتغل بنفس الطريقة. فتحة مباني هخصم واحد سنتي خلوس بياض من اعلى زائد زيادة التشغيل. ده مش في التالت مخرجات التانيين كمان. ده انا كل ما هاجي اعمل اي باب واي شكل واي مقاس وداخلي ولا خارجي. هعمل نفس الطريقة. يبقى لما تقيني بعمل كده في الباب الحشو الداخلي. انا مش مش بعيد او انا مش مش عارف اقول كده. هو ده طريقة الحساب بتاعتك. هي دي الطريقة اللي انت هتجيب بيها طول قوايم الحلقة. مفيش طريقة تانية. طب بتتغير من من قايم لقايم ومن باب لباب لا. كل قوايم الحلقة بتتحس بكده. كل اللي بواب قوايم الحلقة بتاعتها بتتحس بكده. هعمل باب مصفح وعايز طول الباب المصفح هعمله بنفس الطريقة. هقصم واحد سنتي خلوس بياض وادله زيادة التشغيل وارع جاية حامل المقاس بتاعي. هعمل باب قصر. هحسب طول اي من الحلقة ازاي? هقصم اجيب فتحة المباني. هقصم واحد سنتي خلوس بياض وادله زيادة التشغيل. هعمل باب لقوضة ع السطح. هعمل باب لتحت السل ما هحطه قوضة وقفل عليها على العجلة. هتعملها بنفس الطريقة. هعمل باب حشو بتجليد بسبرس من تحت بملكان من تحت. هاي شكل الباب هيفري معايا في حساب طول القوائم الحلق لأ. عشان كده انا بعيد عليكم بأكد عليك دلوقتي اهو عايزك تحفظ ان انا في قوائم الحلق بخصم سنتي خلوس بياض وبزود زيادة التشغيل. ما بعملش اكتر من كده. في كل اللبواب في كل اللبواب. في كل الشغل في كل الشغل. في كل الاشكال في كل الاشكال. هعمل باب ارتفاع طيب مقاسة باب بيفرق في في المقاسات دي لأ طبعا. يعني لو عندي الفتحة بتاعت الاست الفتحة بتاعت المباني. لقيتها اتنين متر ونص. هقسم اكتر من واحد سنتي خلوس بياض لأ. طب هزود اكتر من اتنين في خمسة سنتي زيادة التشغيل لأ. طب انا استفادحت المباني. لقيت الارتفاع بتاعها مية وتمانين. اتنين متر. هقلل الواحد سنتي لأ. طب هزود هقلل الزيادة بتاعت اتنين في خمسة لأ. زي ما عملنا في الشبابيك وفي البالتونة. المعساب بتاعتي ما بتتغيرش والاعضاء بتاعتي ما بتتغيرش. يبقى قوائم الحلق بقسم واحد سنتي خلوس بياضي بزود اتنين في خمسة زيادة التشغيل. ما بعملش اكتر من كده. طب في حاجة تاني يبقى ممكن ازودها او الباب ده مسلا ليه وضعية خاصة. فانا اختصرت الخطوات في الخطوطين دول لأ. يبقى عشان تحسب طول اي من الحلق بجيب مقاس اي من الحلق بتاعي. فتحة المباني بتاعتي ايه. باخسم واحد سنتي خلوس بواب من اعلى. بزود اتنين في خمسة سنتي زيادة التشغيل. نروح بقى نشوف الجدول بتاعي ونشوف احنا هنكتب ازاي الكلام ده في الجدول. نعمل كشف الكمية للاخشاب اللازمة لباب حشو خارجي. بقول له هنا الطول بالمتر الطولي خشب موسكل زوم اوايم الحلق. اينا انتفقنا ان انا بعمل كشف كمية تفصيلي كان باب لباب واحد. مانفعش ازود عن كده او اقلل عن باب واحد بتعمل له كشف كمية تفصيلي. لو هعمل ميت باب بعمل كشف كمية تفصيلي الباب واحد. طيب. اوايم الحلق عددها كان في الباب بروفو عليك قلنا ما بيتغيرش الرقم ده. من برضو على حسب ولا شكل نوع الباب. العدد بتاعت ايه. هاجي في خانة العرض وهكتب الكطاع بتاعي ده موجود معايا في جدول الكطاعات اللي انا اللي هو مدهوني او اللي انا كتبه وعمله. طيب. عرض خمستاشر سمكة خمسة. هاجي في خانة الطول بجيبها من خانة الايه من خانة الملاحظات. اللي انا عملته هناك في الورقة بكتبه هنا اوه. فتحة مباني ناقص خلوص بياد من اعلى. زائد الضفر اتنين متر وعشرة ناقص واحد سنتي خلوص البياد. اداني المقاس كام اتنين متر وتسعة. بقول له زائد خمسة سنتي اللي هما اتنين في خمسة سنتي اللي هما زيادة التشغيل. بزود عشرة سنتي بيبقى كام تسعتاشر سنتي. طيب. هشوف البند اللي بعد كده مع بارة الحال. نفس الحكاية وناجد زي ما عملتها في البلقونة وفي الشباق بالزبط. بقول له فتحة مباني ناقص خلوص بياد من الجهتين بيساوي فتحة النجارة زائد زيادة التشغيل. طيب. انا هنا ليه? خصمت اتنين سنتي ما خصمت اش واحد سنتي زي الحلوق. عشان انا هنا عندي فتحة عندي مباني من الجهتين. مباني الحطة من هنا وعند الحطة من هنا. انما في الباب بيبقى عندي المباني من يم واحدة بس او كلين الحطة من يم واحدة بس. اللي هو المنفوق اللي بيبقى على العتب. يبقى. لازم افصل كويس قوي ولازم احفظ كل حاجة. وافهم كل حاجة الاول وبعد كده احفظ. انا عايزك تفهم وبعد كده تحفظ. لما لما احفظ حاجة فاهمها هيبقى اسهل لي. بص كده بعينك على باب الاوضة اللي انت قاعد فيها دلوقتي. اي من الحلق بتاعك اللي هو بالطول ده اللي ركب فيه المفصلة ومراكبة فيه ضرفة. اللي فيه حيطة فوق منه وفيه حيطة تحت منه ولا هو فيه حيطة من فوق منه وهو نزل في الارضية. هو فيه حيطة بس من فوق منه بس مفيش من تحت. من تحت هو نزل في الارضية. يبقى انا عندي خلوص البواض لما اجا ثبت الحلق ده كده. فيه حيطة من تحت تحت حشني? لأ. قبل البلط بتاع الشقة بتاعك ده ما بيتبلط مكانية ارضية خلاص هون. انا مثبت عليها قلب من الحلق. طيب. بص بقى كده على المعبرة اللي هي الحتة اللي من فوق اللي ركب عليها البر الحتة الزهارة اللي طالعه من فوق دي. فيها عن فيها كم مباني فيها كم حيطة فيها حيطة من على اليمين وفي حيطة من على الشمال. شايفهم? يبقى هنا كده محصورة بين كم حيطة محصورة بنحطين. يبقى هقسم سنت من اليم ما دي وققسم سنت من اليم ما التاني. يبقى فتحة المباني ناقص خلوص بياض من الجهتين. بعد جده هيساوي فتحة النظارة وقول له زائد زيادة التشغيل. هيجي بعد كده في الجدول بتاعها هسجلها. انا عندي في الباب كم معبارة. انا عندي في الباب معبارة واحدة. عرضها وسمكها لازم يكون من نفسك طوع قوايم الايه? برافو عليك قوايم الحلقة. هيجي بعد كده للطول بالمتر. مية وتلاتة. طب جيبتها منين? جيبتها من خيانية الملاحظات. بقول له فتحة مباني ناقص خلوص من الجهتين زائد التلسين. انا عندي متر. وعندي اتنين سنتي خلوص بياض. بقى الصافي بتاع المقاس بتاعي كام برافو عليك. بقى الصافي بتاع المقاس بتاعي تمانية وتسعين. بقول له زائد. هنا زيادة التشغيل في ايه? هي دي كلمة قايم. لا. هيبقى دي هزودها اتنين سنتي ونص من كل جهة. هيبقى هزود خمسة سنتي زائد التشغيل. هيبقى الطول بتاع الصافي متر وتلاتة. هاجي للباند بتاع وايم الضرفة اللي بعديها. هقول له فتحة مباني. زائد. لا نفس الحكاية. هقول له ناقص خلوص بياض من اعلى. هنا بقى ايم الضرفة اللي هو باللون الموف اللي انت شايفه ده. فيه سنتي خلوص بياض من فوق وفيه سمك ايم الحل. زي ما عملت في الشباك وفي البلكونة بالزبط. مش انا خصمت ايمة للمعبرة وفيهمة الجلسة ولا بجيبها عرض طول قوائم الضرفة. يبقى عندي اتنين متر وعشرة. لما اخصم واحد سنتي خلوص بياض من اعلى. وهخصم اربعة سنتي سمك ومعبرة. وهخصم واحد سنتي خلوص ارضية. طب ليه خلوص الارضية? مش الايم ده. هيركب تحت منه بلاط. والبلاط ده ممكن الناس تفرج تحت منه عليه سجادة. تحط عليه ما ينفعش امشي واجسيبش مسافة ما بين الضرفة ما بين البلاط. هيحصل تاكل للضرفة وانا بفتحها وبقفلها. مش هينفع افرش حاجة وراء ضرفة الباب. عشان لو انا افرشتها هتشيلها تاني. فبعمل حاجة اسمها واحد سنتي خلوص من تحت من عقب الباب من تحت. بصغره نص سنتي. عن مقاس الفتحة عشان ما يفتح وقف المعاية مستريحة. يبقى في قوي من الضرفة بخصم ايه? بخصم واحد سنتي خلوص بيوب من اعلى. بخصم سمك مع بارة الحلق بعد التفريز. طب ليه بكتب كلمة بعد التفريز? عشان انا لو قلت سمك مع بارة الحلق ويسكت. هبص في جدر المعايسة هلاقي سمك مع بارة الحلق خمسة سنتي. طب انت خصمها ازاي في المعايسة اربعة? يبقى لازم اعرفه ان انا عملت خطوة شغلي في المعبارة. المعبارة دي انا عملت فيها خطوة شغل. فبقول له ناقص اربعة سنتي سمك مع بارة الحلق بعد الافريز. بعد الايه? بعد الافريز. واقول له ناقص واحد سنتي خلوص ارضية. واحد سنتي ايه? واحد سنتي خلوص ارضية. انا خصمت واحد سنتي خلوص بياد. خصمت اربعة سنتي سمك المعبارة. خصمت واحد سنتي خلوص ارضية. يديني سوافي طول اي من الضرفة. نروح كده ونبص تاني ونشوف انا كتبناها ازاي في الجدور. الاول هنا هو فتحت مباني ناقص خلوص بياد من اعلى ناقص سمك مع بارة الحلق بعد. الافريز ناقص خلوص ارضية زائد الضفر بتاعي. اتنين متر وعشرة. هقسم منهم سنتي. ناقص اربعة سنتي ناقص سنتي. يبقى باشيل كم سنتي من اي من فتحة المباني عشان يجيب اي من الضرفة. باشيل ستة سنتي. فكل الانواع باشيل ستة سنتي. باشيل الانواع باشيل ستة سنتي. بقوله زائد زيادة التشغيل بتساوي اتنين متر واربعتاشر. يبقى عندي هنا قويم الضرفة. عددهم كام في في الضرفة. قويم الضرفة عددهم كام في الضرفة? عددهم اتنين. العرض كام? العرض اتناشر ونص. السمك خمسة. الطول اتنين متر واربعتاشر. وبجيبها من خلط الملاحظات. نفس اللي عملته هناكو اللي انا بعمله هنا. فتحة المباني ناقص خلوص بياد من اعلى. سمك مع بارة الحلق بعد الافريز. خلوص ارضية زائد الضفر. بفتح كده وبكتب في ناقص اتنين متر وعاشر. ناقص واحد سنتي. ناقص اربعة. ناقص سنتي. بيبقوا ستة سنتي. بشيلهم منين? بشيلهم من فتحة المباني. يديني صافي طول اي من الضرفة. بقوله زائد اتنين في خمسة سنتي زيادة تشغيل. اجي احسب طول الراس العليا. هو هو نفس طول الراس الوسطى. هو هو لازم يكون نفس طول الراس الايه? السفلة. بجيب فتحة المباني. هاخصم منها واحد سنتي خلوص بياد من الجهتين زي ما عملنا في المعبرة بالزبط. هنا بقى بقسم سمك اي من الحلق من يمين وبقسم سمك اي من الحلق من الشمال وبزود التلسيم. موضوع سهل جدا يا رجال. نرجع مع بعض ونقول. ايه اللي احنا قلناه? وايه الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض واحنا شغالين في عمل المايز? بصيلي هنا بقى معي وركز بكده وقول. خصمت كم سنتي? وانا بعمل الحل. انا خصمت سنتي وزودت وزودت عشر يعني زودت تسعة. لما شيت سنتي من عشرة سنتي زودتهم يبقى معي تسعة سنتي. يبقى اي فتحة مباني اديها تسعة سنتي يديك صف طول الحلق بتاعك. في كل اللي بواب وفي كل المقاسات وفي كل الاشكال. اي كلمة حلق عايز اعرف مقاسها انه وتأكد ان انا جيبت مقاسها مزبوط اديها تسعة سنتي على مقاس الفتحة المباني بتاعتها. لان انا واحد سنتي بخصمه. ما بيتغيرش. لا على حسب نوع الباب ولا على حسب شكل الباب ولا على حسب عائلة الباب. المعبرة نفس الحكاية. بخصم اتنين سنتي وبزود خمسة. يبقى على كل مقاسات اللي بواب بخصم اتنين سنتي وبزود خمسة. على كل الاشكال وكل الانواع وكل المقاسات. قلص اعرفتها وفهمتها وشفتها لازم احفظها. يبقى انا على اي مقاس يجيني عايز مقاس المعبرة هحطي تلاتة سنتي على فتحة المباني هاعرف مقاس المعبرة بتاع التكام. بتبقى اي من الضرفة? اي من الضرفة بخصم خلوص بواد من اعلى. وبخصم سمك المعبرة من فوق وبخصم خلوص الارضية من تحت. يبقى عندي سنتي واربعة. وصنتي زيتة سنتي. ما بيتغيروش. ما بيتغيروش. ما بيزيدوش او بيقلو. ما بيزيدوش ولا بيقلو. ما بتقلش منهم حاجة. المقاس طب الواحد سنتي ده ما بيقلش في مرة وبيبقى نص ولا يبقى اتنين. لا. ما بيتغيرش. وانا بعمل المقاسة دايما لازم احسبه احسبه على كم? احسبه رفو عليك لازم احسبه الخلوص بتاعي على سنتي. المعبرة بتبقى اربعة سنتي. الارضية بيبقى واحد سنتي. يبقى انا زودت كم على النوكيد اليام التانية زادت التشغيل? زودت زادت التشغيل عشرة سنتي. يبقى انا عندي الصف كم? عندي الصف اربعة سنتي. يبقى اي فتحة مباني جيلك حدت عليها اربعة سنتي هتلاقيها ايه? مقاسك بتاعك مزبوط. ساعات ما احنا ماشيين كده واحد يقولي انا عندي باب شكله كزا وعايز اكعب كمية الخشب بتاعك مثلا. اقول لطرة بالطول بتاعه. في العرض بتاعه. في السمك. يدي لك كمية الباب. خشب الباب. واحنا مشيين. من جير معمل اعضاء الداخلية واعضاء خارجية واقيم الحلق واقيم الضارفة ما بيفرقش. هتفرق في امور بسيطة. في حاجات كده عندنا في النجارة مسلمات ما بتتغيرش. في حاجات عندنا ما قوانين سبت. ما ينفعش يتغير. زي بالزبط كده لما اجا اقول لك واحد زائد واحد بيسوي اتنين. هي عمرها تتغير. هقول لك واحد زائد واحد بيسوي تلاتة. يبقى غلط ما ينفعش. نفس الحكاية عندي. انا بقسم خلوص بوض واحد سنتي ما بينفعش يبقى اتنين. بقسم الارضية واحد سنتي ما ما بيلازم يبقى اتنين. سمك المعبارة الحلق انا تتكر انا ما تلاكش بقسم اربعة سنتي. انا بقول لك بقسم سمك معبارة الحلق بعد اتنين بوصة ونص. بس احنا دايما في وصول الصناعة بنعملها تنين بوصة. لما تبقى تنين بوصة تبقى السبتة معايا بتتغير ما بتتغيرش. يعني انا واحنا شغالين في 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 الجدول قلت لك بقسم سمك معبارة الحلق بعد الافريز. طب الافريز بيتغير لا الافريز بتعمل سنتي بيتحسب على سنتي على طول. المعبارة بقت تلاتة وتمانية. بقت ستة وتلاتة ما بيفريش معايا بقسم من واحد سنتي واحط المقاس على طول بتاعها. يبقى انا هنا عندي حاجات سبتة ما بتتغيرش لازم احفاظها وانا بعمل المعايسة كويس اوز. احنا سابقين. بالشغل في المخرج الاول على اساس ان انت لما توقف وتشوفنا وتراجع معانا وتشتغل معانا وتروع في المدرسة تطبق تبقى انت سابق بخطوة. تبقى انت فاهم زيادة. لما تشريحك بالاسلوب بتاعنا هنا. وتشوفنا. معايا الباش مهندس يوسف والباش مهندس محمد الباز. كل وقت بيشتغل باسلوب وكل وقت بيشتغل بطريقة. تشوفت الحاجة من هنا احنا التلاتة ماشي. بتروع تكملها في المدرسة بتزيد خبرة وزيادة اخطر. ابقى انت شغال على وضع معين وعلى حاجات معينة وعلى قوس السابقة. يبقى فاتحة المباني ناقص خلوص من الجهتين ناقص سمك الحلق من الجهتين زائد التلسين يديني طول الرأس بتاعتي. نروح في الجدول ونسجلها. العرض بتاع. بياني الاعمال. الراس العليا للضرفة. عندي كم راس عليا للضرفة? عندي راس عليا للضرفة? واحدة بس. عرضها كم? زي اوائم الضرفة? اتناشر ونص في خمسة طولها بجيبه من خلط الملاحظات الاول. بقول له فتحة مباني ناقص خلوص من الجهتين ناقص سمك الحلق من الجهتين بعد التفريز زائد التلسين. متر ناقص اتنين في واحد سنتي زائد اتنين في اربعة سنتي. يبقى انا خصمت تمانية سنتي سمك عيمين الحلق. وخصمت اتنين سنتي خلوص بياد. يبقى خصمت عشرة سنتي من المقاس. وهزود كام? هزود اتنين في اتنين ونص يعني خمسة سنتي. يبقى خم طولها خمسة وتسعين. يبقى اي فتحة مباني جي لك عايز تجيب طول الراس العليا او السفل او الوسطى. اخصم خمسة سنتي من فتحة المباني. هيدي لك صافي طول الايه? صافي طول الراس. الراس الوسطى طولها نفس الطول ما بيفرقش عنها كتير. هتكتب العدد. انا عندي في البدء اربع عروس وسطى. العرض بتاع الراس الوسطى عشرة. السمكة خمسة طول خمسة وتسعين. بقول له في قنط الملاحظات كما بالبند السابق. الراس السفل نفسي باسة. عندي راس سفلة واحدة. عرضها خمستاشر سمكة خمسة طولها خمسة وتسعين. بقول له كما بالبند السابق. هنا معلش في خانت العدد. كده بتغلط. المفروض ان دي واحد سنتي مش اربعة سنتي. بعد جده باجي لطول الصوري. نرجع بس الاول. ونقول الكلام اللي احنا قلنا ده عشان من توش من بعض. في اول مقايسة بنعملها مع بعض. ركز معايا هنا. ونراجع على الخمس بنود اللي احنا قلناهم اللي فاتوا دول. اول حاجة. بحسب طول اي من الحال ازاي. انا اشتغلت السنة اللي فاتت تخطيط. بس اشتغلت تخطيط في شباك وفي بلقونة وشباك مانور. دلوقتي انا اول مرة اخد مقايسة التخطيط او اخد مقايسة اعمل مقايسة الباب. هو ما فيش اختلاف في لو تكارم من اللي انت حافظه واللي انت عارفه من السنة اللي فاتت. ومن اللي انا بقوله ما فيش اختلاف. بس سنة في السنة اللي فاتت كان عندي معبرة وجلسة في الحل. انا السنة دي ما عنديش جلسة هيبكي نوه ده الاختلاف الوحيد. في الشباك كنت بقسم خلوص بياض من اعلى ومن اسفل. هنا ما بقسمش خلوص بياض من اعلى ومن اسفل. دي عشان ما فيش جلسة. طب عندي الشغل كله ثابت الشغل كله ثابت معي. انا باجي هنا عندي قوائم الحل قلت لك اي فتحة مباني تجيلك زودة تسعة سنتي دي لك طول الحلق المزبوط. انا باخسم سنتي وبزود عشرة. المعبرة زودها تلتة سنتي لاي فتحة مباني هيدي لك مقاسم معبرة بتاعتك بالزبط. انا باخسم اتنين سنتي قلوص بياض من الجهتين وبزود خمسة سنتي. ايه تاني? في عندي قوائم الضرفة. باخسم واحد سنتي قلوص بياض من اعلى. باخسم سمك المعبرة. باخسم قلوص الارضية. دول بيبقوا معي ستة سنتي. ستة سنتي دول. سبتين ما بيتغيروش لاي ايم ضرف الباب. ما بيتغيروش نهائي. وبزود عشرة سنتي وعشرة سنتي زات التشغيل ما بتتغيرش برضو. لا لاي نوع باب ولا لاي مقاس باب ولا لاي شكل باب. شوفت تخصصك حلو وجميل وسهل ازاي? ده انا لما اتعلمها وانا بعمل في المؤيسة دي همشي حياتي كلها بنفس الطريقة. يبقى باخسم ستة وبزود عشرة يبقى عند اربعة سنتي. يبقى الاربعة سنتي دول موجودين معايا واساسيين هحطوهم على اي فتحة مباني جيني يديني طول ايم الضرفة بتاعي. طلبوا مني اعمل فتحة اعمل مؤيسة الباب اتين متر وعشرين. هحط اربعة سنتي على اتين متر وعشرين. ايبقى ايم الضرفة بتاعها اتين متر اتين. طلبوا اني انا اعمل باب مقاس باب ارتفاعه متر وستين هحط اربعة سنتي على الاربعة متر وستين. ها ديني مقاس الضرفة بتاعي اي Bottonια لما تلاقي الناس متزاولة وناس محترفة في النغارة ويجي ويقول لك اعمل معيسة لاقيه مسك المعيسة ما بيكتبش خنط الملاحظات دي اساسا. اي من الحلق بتاعي كم? اي من الحلق بتاعي لو فتحت من المباني بتاعتي عام اتنين متر. المعبرة العرضي كان العرض سبعين سنتين. المعبرة بتاعتها تلاتة وسبعين. عوائم الضرفة كام. اتنين متر البابي بقى عوائم الضرفة بتاعت اتنين متر. واربعة. سعلى معفونا. ما فيش اي مشكلة. ليه? لان اه مسلمات وحاجات سابطة هتتغيرش. الروس لما باجي اكتب الروس عندي تلاتة نوع روس. لازم اكتب التلاتة نوع في كل بنت. طب لو القطاع متشابه. لو القطاع متشابه بيبقى معايا الشغل بعد كده. كله قد بعض. بكتبهم في بند واحد. طب لو قطاع مختلف بكتب كل واحدة فيهم في بند. عايزك تراجع? حالي احنا قلنا النهاردة. انا مش عايز اشرح الموايسة كلها عشان ما دخلش معلومات كتير قوي. وحاجات اساسيات كتير قوي مع بعد فق علي الخمس بنوت دولي النهاردة. رجاحهم وحافظهم وتعالف ورقة كده وسجل. انا بخصم في قويم الحلق بخصم خلوص بواده وبزود ذاتي التشغيل. قويم المعبرة بخصم خلوص بواده وبزود ذاتي التشغيل. قويم الضرفة بخصم خلوص بواده وبزود سمك المعبرة وبخصم خلوص ارضية بزود ذاتي التشغيل. بحفظه. ارجو ان انت تكون استفدت معايا النهاردة وان شاء الله في الحلقة القادمة هنستكمل عمل كشف الكمية التفصيلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.